عندك ايه استجهيم عن مباراة اليوم؟ لما جا اتكلم على كولر قعدنا نهايتي من اول الموسم ان مشكلة الاهل السنة دي قبل ما اخش في الحالات يعني ان مشكلة الاهل السنة دي هي مشكلة اضاعة اهداف زي الموسم الماضي الاهل السنة اللي فاتت بعد ما انها نفس العدد من المباراة كانت نسبة الاهداف المتوقعة للاهداف المسجلة 59% 59% مش عارف الجراف معنا ولا لا يلا يا شباب نعرض على طول بقى وخليكوا ايه بسرعة كده عشان مش هزيني احنا وقت النهار السنة دي السنة دي الاهل من 18 هدف متوقع جايب 17 بس اه اه الاهل اللي السنة فاتتت 63 من 106 59% نسبة قليلة طبعا جدا جدا كترجمة للفرص او الاهداف المتوقع تسجيلها للاهداف الاهل بعد ما لعب 7 مباراة في موسم الحالي جايب 17 من 18 هدف متوقع 94% نسبة ومباراة في الدولة طبعا الاهل قدام البيلدية سدد 5 تصيبات جاب 5 اهداف 5 تصيبات on target عَلْمَرْمَة جاب 5 تجوال قدام الدياما سدد مرتين عالمرما سجل جول ده بينقلنا ان الايرقام دي معناها ايه ان الفعالية زادت انه لاهداف المتوقعة والفعالية نسبته متحسن جدا 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 quiere وأن اللي كنا بنتكلم فانه أول موسم ان المشكلة الابرز ده مش معنا اهل بيضيعش الاهل بيضيع لكن المشكلة الأبرز السنة دي هي مش مشكلة إضاءة أهداف على قد ما عملية الصناعة كان فيها مشكلة عند النادي الأهل الأرقام دي بتقولك كده إن أنا حسنت واحدة من الاتنين مع زيادة معدلات الصناعة يظهر الأهل بالشكل اللي ظهر به النهاردة ده فيما يخص القصة بتاعت الشكل ورقمياً الأهل رايح فين وكان عامل إزاي وإيه مشكله وإيه اللي تصلح وإيه اللي لا